من حكم بالإعدام إلى حكم بالسجن 15 عاما إلى عفو رئاسي. سلسلة طويلة في السجل الجنائي لهشام. طلعت مصطفى رجل الأعمال المصرية الذي تورط في مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم قبل 15 عاما. ولكن هذه السلسلة طويلة لم تنتهي مشاهدينا عند خروجه من السجن قبل 6 سنوات. ولكن آخر حلقاتها هو إصدار حكم لصالحه برد الاعتبار. لكن مشاهدينا قبل الحديث عن تفاصيل هذا الحكم المثير دعونا نتذكر تفاصيل قضية مقتل سوزان تميم. قتلت سوزان تميم في منزلها في دبي في يوليو 2008. ذلك بعدما ذكرت تقارير إعلامية بأنها رفضت الزواج من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى. وبعد تحقيقات طويلة أحالت النيابة العامة هشام طلعت مصطفى إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك. وتحريض ضابط سابق يدعى محسن السكري لقتل سوزان تميم. مقابل مليوني دولار. وحكمت عليهما المحكمة في عام 2009 بالإعدام. هذه هي لحظات نطق الحكم عليهما. حكمت المحكمة حضوريا بما يلي. أولا وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من المتهمين. محسن مونير علي حمد السكري. وهشام طلعت مصطفى إبراهيم بالإعدام. لكن هشام طلعت طعنة في ذلك الحكم. وبعدها قضت محكمة جنيات القاهرة عليه بسجن 15 عاما في عام 2010. وعلى محسن السكري الشرطي السابق بالسجن المؤبد. وفي عام 2017 خرج هشام طلعت مصطفى من السجن بعفو رئاسي. وبعد ست سنوات تقدم بطلب إلى المحام العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لرد الاعتبار. فماذا يعني ذلك؟ وفقا للمادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية. يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جرحة. شرطة أن تكون العقوبة قد نفذت أو صدر عنه عفو. وأن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدر العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية. على مواقع التواصل مشاهدين انهالة التغريدات التي جاءت غالبيتها الساحقة غاضبة ومستنكرة الحكم. برد الاعتبار لهشام طلعت مصطفى. هنا مثلا يكتب عمر النجار. رد الاعتبار هو نحن نحرك بقى إذا كان السكري نفسه اعترف أن الأخ هشام هو اللي حردوا يقتل سوزان تمين في فندق في دبي. والمفروض أصلا عقوبته نفس عقوبة المنفذ. إحنا كده فعلا ما فيش عندنا خشى ولا ريح الدم. ولا هو عشان يتبرع ومدينتي والكلام ده خلصنا. خلصانا كده سايبة أقسم بالله وملهاش كبير. أما هنا حساب يحمله اسمه. اسم دودو المصرية تقول. الأستاذ هشام حضرتك طلع بعفو رئاسي. مش أخذ براءة ولا إيه. رد اعتبار إيه. دي قريمة قتلة. إيه البلد اللي مشي بالمقلوب دي. أما هنا تدوينة لآية. يعني ما خدش إعدام وحتى ما تكملش فترة سجنه في الآخر. ياخذ رد اعتبار ويطلع نظيف. وكأن شيئا لم يكن أحمد ولي الجرحي. في تدوينته يكتب. قال لو سألتني عن العدل في بلادي. هقولك هو إيه. أحمد ولي الجرحي يقول. لو سألتني عن العدل في بلادي. هقولك أنه أعطى القاتل عفو. وبعد العفو رد اعتبار. وعاقبي. إذن مشاهدين يقول محامونة. ماذا يعني رد الاعتبار؟. تقول أن رد الاعتبار يعني أن هشان طلعت باتة بلا سجل جنائي. وكأن القضية لم تكن. فلنستمع أكثر عن الآثار المترتبة على رد الاعتبار من المحامي النقد طارق العوضي. دعونا ننظروا ما قال. إذن أصار المترتبة على هذا الحق برد الاعتبار. أن هذا الشخص من حقه أن يباشر كافة حقوق السياسية. سواء حق الانتخاب. حق الترشيح. حق تولي الوظائف العامة. كل هذه الحقوق تعود إليه كما لو كان لم يرتكب الجريمة. باعتبار أنه تفع سمن هذه الجريمة. باستثناء حق الترشيح لرئيس الجمهورية. لأن نص قانون الانتخابات الرئاسية يمنع ذلك حتى لو كان قد رد إليه اعتباري. شكرا لمشاهدة كاتران دينج. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها. وتعليقك عليها. ترجمة نانسي قنقر